أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو ذكر اعتداءات باريس والتي وقعت في مثل هذا اليوم من عام 2015 وراح ضحيته أكثر من مئة قتيل وعصيب المئات وكانت سبع هجمات قد هزت العاصمة الفرنسية باريس استهدفت مناطق حيوية مختلفة عامان مر على أدمى كارثة إنسانية شهدتها عاصمة النور باريس ففي نوفمبر من عام 2015 عاشت فرنسا كارثة إرهابية بكل المقيس حيث هزت العاصمة سبع هجمات هي الأعنف في تاريخ البلاد استهدفت مناطق مختلفة وخلفت عشرات القتلى والجرحة في توقيت واحد ضربت سلسلة هجمات متزامنة ومنصقة ملعب رياضية وقاعد حفلات ومطاعم وحانات وكان المشهد الأبرز في استاد دو فرانس الذي كان يشهد مباراة ترودية بين منتخبي فرنسا وألمانيا بحضور الرئيس فرانسواء أولاند سمعت الجماهير صوت التفجير الضخم بمحيط الملعب وغادر أولاند على الفور الاستاد بينما هرعت الجماهير من المدرقات إلى أرض الملعب وأسادة الفوضى وفي الدائرة الحادية عشر بباريس نفذت عملية راح ضحيتها أغلب ضحايا الهجمات حيث احتجز الإرهابيون أكثر من مئة شخص داخل مصرح وقاعة مؤتمرات بتاكلان واقتحمت الشرطة القاعة في محاولة لفك أسر الرهائن لكن جاء الحدث غير المتوقع بتفجير ثلاثة من المسلحين أنفسهم وقتل أغلب الرهائن وعدد من منفذ الهجوم وعقب ذلك كلمة متلفزة للرئيس الفرنسي أعلن فيها حالة الطوارئ في عنحاء البلاد وأغلاق الحدود كافة وصار كل الغرباء مشتبها بهم في الجريمة التي لم تشهد بلادهم منذ الحرب العالمية الثانية اعتداءة باريس وصفت بأنها أحداث الحاد عشر من سبتمبر الفرنسية وبأنها غير مسبوقة في فرنسا أما أرواح الضحايا في الشرق والغرب كانت ولتزال تصرخ لبارئها بعيدا بالقتلات اشتركوا في القناة